مرحبا يا شباب معكم دلوغان من قناة الترنويس اليوم رح ناخد فيديو جديد بشكل عام انظمة تشغيل المخارض تتعامل مع المشغولة على انها استدير الشكل حتى وفي حقيقة كانت مقطع مختلف لذلك هناك طريقتين البرمجة عن نرح지نا البرمجة بالقطر الكامل او بالقطرンタوزن وصح لديك هي انكن من امرضungen مثل كان عندنا مشغولة اللون الاحمر هو البرمجة بالقطر الكامل أو بالقطر واللون الازرخ هو البرمجة بنصف القطر اي الدى واحد third their diameter number and Mur البروغراميج الازرق الار ار واحد ار اثنين البروغرامي البروغرامي نوعين من البرمج هي برمجة بالقطر او البرمج من نصف القطر انتهي البرمجة بالقطر قطر صغير قطر الكبير هذا المشغول لدينا القطر صغير والان ستبقى بعد عمليت التشغيل وهذه برمجة بالقطر البرمجة بالقطر اذا دائما بأخذها نصف سواء قطر صغير او قطر كبير دائما بخذها بالنصف. القطر الصغير من هون الواحد. القطر الصغير من نصف القطر نحسبها والقطر كبير كمان نصف من هون الاثنين. في حال البرمجة بالقطر هناك بعض اعتبارات يجب اخذها في الحزبة. الامر اكس. الامر اكس. الامر اكس تتبرمج بقطر قيمته. تحدث بقيمة القطر. الحركة نسبية في اتجاه الاكس. حركة نسبية في اتجاه الاكس كمان تحدث بقيمة القطر. الكود. العزاحة قلنا جي تنين وتسعين. الجي تنين وتسعين له وظيفتين. اذا اضفناها لس معناته بالتقيد سرعة الدوران بدون اس لوظيفة تانية. وهو الخاص بالازاحة. عند استعمال الكود جي تنين وتسعين الخاص بازاحة النزام الاحداثيات تحدث قيمة الاحداثيات بالقطر. ازاحة العدة في اتجاه اكس. ازاحة العدة في اتجاه اكس. او قياس العدة تحدث بقيمة القطر. الشغلة تاني. المتغيرات بدورات التشغيل الجوازة. مثل اه متغير تحديد عمق القطر في اتجاه ااا اا stance انا بدورة القرية الطولية. الخرyer تحدث قيمة نصف القطر هون. المتغيرات الحركة القطع الدائري او G02 مع دورة مع قارب الساعة و قطع الدائري مع قارب الساعة و G03 هدولة هدولة بحدد قيمة نصف القطر قيمة نصف القطر عنا ال R نحددها قلنا نحدد نصف قيمة القطر الدائرة و عنا ال E وال K هدولة 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 تحدد بقيمة نصف القطر الاحداثيات التي تظهر بشاشرة الماكينة أيضا ستكون قيمة القطر في هذه أخرى، فالبرمجة في القطر هناك بعض الاتبارات الامر x بقيمة القطر، الحركه النسبية في اتجاه X بقيمة القطر G92 أو الخاص بالسجل بإزاحة نظام الإحداثيات تحدث بقيمة القطر إزاحة العدة في TGAX أو قياس العدة تحدث بقيمة القطر أما المتغيرات بدورات تشغيل الجاهزة مثل متغير تحدث عمق القطع في TGAX بدورة الخيرات الطولية تحدث قيمة نصف القطر متغيرات حركة القطع الدائري G2 و G03 تحدث قيمة نصف القطر الإحداثيات التي تظهر على شاشة المكينة تكون بقيمة القطر طبعا إذا عجبك الفيديو استفدت الفيديو ما تنسانا من لايك واشتراك في القناة